تحياتي ليك يا زمين العزيز إبراهيم عبدالجواد وتحياتي لديوفك الكرامة الكبارة وتحية منصولة لكل مشاهدي من تايم سبورس كل مكان من داخل السادة من قانون العرب وأجواء وكواليس ما قبل لقاء افتتحية الأسبوع الرابع عشر من الدور المتاز ما بين البنك الأهلي ومصر المقصة البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط والمقصة في المركز التاسع برصيد سبع عشر نقطة يمكن إبراهيم في البداية هكلمك عن غيابات فريق البنك الأهلي أحمد ياسر والمسلوسي ومحمد مجدي ومحمد كوفي اللي بيتعافى من الإصابة والنقطة اللي كان بيتكلم فيها كابتن فاروق جعفر دلوات أحمد علي مهاجم نادي البنك الأهلي اللي بيغيب بعد مشاعر بالأمس فيه تدريبة الأمس ببعض الإيجاد في العضلة الأمامية وبيغيب النهاردة عن المواجهة أمام مصر المقصة ممكن مباراة مهمة جدا نادي البنك الأهلي مباراة مهمة جدا 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 لأنه ممكن يتوقف عليها مصير جهاز الفني نادي البنك الأهلي قادة كابتن محمد يوسف اللي لم يحقق الانتصار فيه تسعة مباريات متتالية وخرج فيه المباراة الأخيرة أمام موادي دجلة في كاسم مصر يمكن كنت بكلم مع كابتن عدل مصطفى المدرب العام نادي البنك الأهلي عن سبب سوء النتائج قال لي بص للفرقة وبص لشكل الفرقة يمكن تكون بعض الأخطاء الفردية البسيطة من لعيبة ما عندهاش خبرة هي ممكن اللي بتأدل كده لكن الأداء بشكل عام ومجلس الإدارة مدينا الثقة الكاملة في المباريات وفي الاستمرار لكن الأخبار اللي بتجينا والكواليس اللي بتجينا غير كده ممكن تكون مباراة الفرصة الأخيرة لجهاز الفني لنادي البنك الأهلي في حالة عدم تحقيق الفوز أو في حالة الخسارة ممكن التعادل يدي بعض الأمل شوية للفرقة برضه ما تخسرش بيجمع نقاط لكن في حالة الخسارة ممكن النتيجة تطيح بإجاز الفني لنادي البنك الأهلي على الجانب الآخر نادي مصر مقصب بقيادة كابتن إهاب جلال النهاردة اللي استعاد نجمة النتائج الإيجابية بالتعادل أمام سراميكا والفوز على الانتاج الحربي في المباراة الأخيرة بعد الخسارة برباعيتين أمام نادي الاتحاد ونادي الزمالك يمكن كابتن إهاب جلال النهاردة بالطبع عايز وصل النتائج الإيجابية بالفوز النهاردة بتحقيق السلس نقاط يمكن هم بلعبش خارج ملعبه يمكن مباراة البنك الأهلي لكن استاد المقاولون العرب هو ملعب مصر المقصب النهاردة في الملعب مش غريب عليه ومش هيكون عنده أي أزمة النهاردة بيعود لتشكيل الأسية النادي مصر المقصب هشام محمد ومودي مودي رجع لتشكيل الأسية هشام محمد اللي رجع من الإصابة بيعوده النهاردة ليه التشكيل الأسية منتظرين نحن نشوف مباراة ساخنة في أجواء بردة جدا درجة حرارة تقترب من يعني عشر درجات أو 11 درجة في استاد المقاولون العرب يمكن دي أبرز الأجواء وكوليس هنا من استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر وكلمة تعود إليك الزميل العزيز براهيم عبد الجواد تفضل واضح عليك أبراهيم الأجواء البريدة بصراحة يعني ربنا يكون فعلناك كل شك للزميل العزيز إبراهيم عمر